كلام طيب كلام طيب لقاء تواصلي من أجل البوح والحك والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية في عمق الحياة النفسية والاجتماعية كلام طيب فضاء حر لكم مستمعين الكرام مع الدكتور طيب كريبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن رحلة الخلود الأبدية نريد أن نتحدث عن هذا الموضوع الوجودي نتعرف عن حقيقة الإنسان وعن دوره في هذا الكون وما هي المراحل التي يشتازها في هذا الوجود ربنا عز وجل يقول في كتابه العزيز بعد بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهن وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيت أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتره مسفرار ثم يكون حطامة هذه الآية العظيمة المباركة تتحدث عن المراحل والأطوار التي يقضيها الإنسان في هذه الحياة ربنا عز وجل يحسر أهم المراحل التي يمر منها الإنسان فيقول اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ما معنى لعب هذه إشارة إلى مرحلة الطفولة فالإنسان وهو صغير كل هنه وكل رغبته في اللعب علاقة اللعب يسموها علماء النفس علاقة اللعب كتبقى راصخة وهي بريئة لعب ولهو هنا إشارة إلى مرحلة المراهقة فالإنسان لما يكون صبيا همه الأكبر هو اللعب لكنه لما يصير مراهقا 14 عام 15 سنة ويصل إلى سن البلوغ يبحث عن اللهو وليس عن اللهب اللهو يعني رقص وموسيقات وبحث عن الجنس الآخر ومن أبرز علامته هو إطارة النظر في المرآت ينظر إلى المرآت في وجهه ويتفحص ملامحه ويبدأ يشعر بمشاعر غريبة في نفسه لعب ولهو وزينة لما يدخل إلى العشرينات خمسة وعشرين سنة ستة إلى تلاتين سنة لم يعد يهمه اللعب ولا اللهو وإنما يبحث عن الزينة الزينة يعني يبحث عن وظيفة يبحث عن أن يكون له رصيد بنكي أنه يكسب مالاً عنده سيارة عنده شقة عنده ممتلكات يبحث يتزين ويعتني بهندامه يعتني بصحته وبقامته وبشكله كل مظاهر التزين الإنسان يبحث عنها لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم حينما يصل الإنسان إلى الأربعين سنة هنا لم يعد يهمه لا الله ولا اللعب ولا الزينة ولكن همه الأكبر هو التفاخر لأنه صار قوياً إذا كان موظف فقد صارت له قدم قوية تابتة في وظيفته إذا كان تاجر أو رجل أعمال فقد اتسعت تجارته وتفرعت وتنامت وتكاترت إذا كان رجل سياسي أيضاً له موقع قدم قوي في حزبه أو في نقابته أو في منظمته يعني يتفخر يتفخر بعلمه يتفخر بسلطته يتفخر بكل ما أوتي من مظاهر القوة لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاتر في الأموال والأولاد لما يدخل الإنسان إلى الخمسينات من عمره هنا يصير يتفخر بما أنجزه من تحقيق الحياة الدنيا لقد تزوج وأنجب أولاد وأولاده ربما كبروا وتزوجوا وصار له أحفاد وعمله صار فيه في القمة وتجارته توسعت ممتلكاته تضعفت وعلاقاته مع الناس صارت قوية ومتشعبة فيتفخر اعلموا أن مالحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاتر في الأموال والأولاد لكن بعد أن يتجاوز الإنسان الخمسينات ويدخل إلى الستينات هنا يدق عليه شبح الرحيل تبدأ علامات الكبر والهرم بدءا من الشيب الذي يكسو الشعر والتجاعيد في الوجه وضعف البصر وعلامات الهرم الأسنان والركاب وأمراض العصر كالسكري وضغط الدم كمثل غيت أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرة ثم يكون حطامة يعني بحلوح الأرض في لحية قام الزراع بحرطها ثم بزراعتها وجاء المطر وفي إبانه ثم كان الربيع وكان الزرع والضرع والكروم والثمار وبعد فصل الصيف سيأتي موسم الحصاب وتعود هذه الأرض كما كانت أول مرة قاحلة هي هكذا الحيات الدنيا هذه المراحل هي التي يمر بها الإنسان في الدنيا لكن قبلها أين يكون العلماء علماء العقيدة وعلماء التوحيد والعلماء الذي يبحثون في تاريخ الوجود يقولون بأن الإنسان هو في الأصل خالد عنده أربعة منازل أربعة منازل المنزل الأول هو بطن الأم والمنزل الثاني هو الحياة الدنيا والمنزل الثالث هو حياة البرزخ والمنزل الرابع هو الدار الآخرة إنها رحلة طويلة وعريضة يسمونها برحلة الخلود الأبدية لكن هناك من يقول قبل المنزل الأول له بطن الأم أين كنا هل هو فعلا المنزل الأول بطن الأم لا قبل أن تكون في بطن أمك فقد كنت أيها الإنسان في صلب أبيك الإنسان يكون في صلب أبيه ويتنقل أبا عن أب عن جد عن جد إلى أبنا آدم عليه السلام ولكن قبل أن نكون في صلب آبائنا أين كنا أول منزل لنا هو منزل يسمى بعالم الذر نحن كنا أول ما خلقنا في عالم غير عالمنا هذا هو عالم الذر أحفادنا وأحفاد أحفاد أحفادنا إلى مال نهاية هؤلاء كلهم الآن موجودون أحفادك موجودين وأحفاد أحفادك أحفادك موجودين أين هم في صلب أبيك نعم ولكن هم في عالم الذر عالم الذر هو عالم كبير ليس له نهاية هذا العالم لما خلق ربنا سبحانه وتعالى أبان آدم عليه السلام مسح على ظهره كما قال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد مسح على ظهر آدم فخرجت كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى الله عز وجل لما خلق أبان آدم عليه السلام مسح على ظهره على عموده الفقري الصلب هناك يكون ماء الرجل ماء الرجل يخرج من الصلب والترائب الصلب يعني العمود الفقري دي الرجل والترائب هي هو الصدر دي المرأة الماء المرأة دي الولادة يكون في الصدر في التدي والرجل عنده في الصلب يخرج من بين الصلب والترائب أبونا آدم لما خلقه الله تعالى مسح الله على ظهره فخرجت كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة كلنا نحن خرجنا في وقت واحد جميع البشرية من أول الخلقة إلى قيم الساعة كما عددهم لا يعلموا عددهم ولا يحصيهم إلا الله جل عله ملايير الملايير 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 التي لتعدد تحصى جمعهم الله تعالى على صائر واحد وهم أرواح دون أجسد فأشهدهم على أنفسهم من هو ربكم جميعهم قالوا ربنا الله لا إله إلا هو ولا نعبد إلا إياه فقال الله تعالى اشهدوا هذا الإشهد واذكروه جيدا إنكم سوف تمتحنون في بقع أرضية لفترة زمانية قليلة على أساسها سيتحدد مصيركم وهذا الإشهاد هو جواز المرور إياكم ثم إياكم أن تأتوني عند البعث والنشور وهو قريب عندنا وتقدموا لي مبررات تقول لي إننا لم نحصل على معلومات أو أن هناك من أضلنا أو آباؤنا أو أجدادنا اتبعناهم إياكم هذا ما يسمى بالبيعة الكبرى بيعة بيعة عظيمة تمت في السماء في أول الوجود وقد نص عليها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز حينما قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم درياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيمة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا وكنا درية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون الله عز وجل ركز فينا علم العقيدة وعلم التوحيد وكل مبادئ الدين مغروسة فينا وهذا ما يسمى بدليل الفطرة المولود لما يولد عنده دليل فطرة المولود يتعرف عن الله ويعرف القيم يميز بين الحق والباطل والخير والشر طبيعي فطرة الفطرة الإنسانية كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يلصرانه أو يمجسانه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم كل ما في القرآن الكريم وكل ما في السنة النبوية هو ليس جديد هو مركوز في نفوسنا هو مطبوع في دواتنا وكأن الله تعالى سقعنا من كأس المعرفة ونحن لازلنا أرواح دون أجساد لهذا الإنسان المؤمن للفطرة ديره السليمة بسرعة يندمج في سلك الإيمان ويبدأ في الصلاة وكل ما سمع أمرا إلهيا أطاعه وأسرع إليه هذا المؤمن هو في الحقيقة فطرته سليمة لكن من كانت فطرته سيئة والعياد بالله قد اختلطت هو الذي يقع في الجدال ويقع في الشكوك ويخلق الإثارة مع أن الأمور الدينية واضحة وضوح الشمس في عز النهار دليل الفطرة ثم بعد أن يقضي ربك عز وجل أمرا كان مقضية تنتقل من عالم الضر إلى بطن الأم كلنا جميعا مررنا بهذا المنزل منزل بطن الأم وهذا المنزل من شك فيه أيضا هناك من سوف يشك في عالم الضر يقول أنا لا لا أعتقد بذلك وهذه أخبار والأخبار تحتمل الصدق والكذب لكن نقول هي أخبار قرآنية وقد تم الإتبات بالدليل والبرهان المنطقي والعقلي أن القرآن الكريم كله صحيح ولا يتسرب إليه أدنى ذر من الشك فيما يتعلق بالمنزل الأول بطن الأم من شك فيه فليسأل أمه اسأل أمك تخبلك متى جعلك ربك سبحانك وتعالى في رحمها الله عز وجل يختار كل شيء باختياره نحن كلنا مصيرون هل اخترت أمك هل اخترت أباك هل اخترت السنة التي سوف تولد فيها هل اخترت الأجواء لما كان الابتصال الزوجي بين أمك وأبيك وهل اخترت جنسك أن تكون ذكر أو أنت هل اخترت لونك وبشرتك أبيض أو أصمر هل اخترت شكلك طويل أو عريض هل اخترت اسمك الذي تحمله في بطاقتك الوطنية إنك لم تختر أي شيء هل اخترت البلد الذي تولد فيه هل اخترت الفترة الزمنية تولد فيها هناك من ولد في المغرب هناك من ولد في إفريقيا هناك من في أسيا والفترة التاريخية هناك من ولد في القرن الثاني للهجرة هناك في القرن في حياتك إنما هو تقدير إلهي والمؤمن إنما يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير هذه مركوسة في نفسنا إنها الفطرة المؤمن لا يجادل المؤمن هو يسلم الأمر لله لأن الله تعالى فعال لما يريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ماذا الذي وقع في بطن أمهاتنا في بطن أمهاتنا اسأل أمك لما كنت نطفة من مني تمنى ثم علقت بجدال الرحيم ثم تلقحت وتطورت وتشكلت وقال الله عز وجل كوني جهاز مناع كون جهاز عصبي كون جهاز هضمي كون جهاز تناسلي كون جهاز لمفاوي كون كذا وكذا فصور الله السمع وشق البصر ووضع اليدين والرجلين وأعطاك الطعام والشراب وأنت في بطن أمك عناية ورعاية مركزة قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليجمع نطفة في بطن أمه أربعين يوما ثم يصير علقة مثل ذلك ثم يصير مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكان فينفخان فيه الروح ويؤمران بكتابة أربع كلمات أجله ورزقه وشقي أو سعيد رفعت الأقلام وجفت الصحف كل شيء مكتوب ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فتكم ولا تفرحوا بما أتكم والله لا يحب كل مختل فخور المؤمن لا يتعب كثيرا كما يتعب الناس الذين في قلوبهم شك المؤمن دائما يسلم الأمر لرب العالمين هو سبحانه وتعالى يصرف الأشياء وهو يدبرها وهو الذي يعطيك الإرادة هو الذي يمنحك المدد هو الذي يعطيك القدرة من يدعي أن ذلك من قدرته ومهارته وخبرته كل ذلك هو مدد من عند الله سبحانه وتعالى نحن قضينا في بطن أمهاتنا شهور والله تعالى يعتنبنا كما قال جل علاه ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين تبارك الله ربنا عز وجل هو الذي خلق وسوى سبحانه وتعالى العلي القدير وفي بطن أمهاتنا كان يأتينا طعامنا وشرابنا لأننا لم نكن مكلفين ما كان هناك تكليف لذا الرزق كان يأتينا أمك تأكل ومستخلصات الطعام من فيتامينات وبروتينات كلها تستخلص وتأتي إليك وأنت في رحمها بالداخل في قرار مكين أمك تشرب الساخن والبارد وأنت لا تتدرر وتنام على الشقة الأيمن وتتلوى على الشقة الأيصر دون أن تشعر بأي ألم حتى تكتمل إنها العناية الإلهية والرعاية الربانية ولما توشك من الخروج الله يفجر في الأم في تدييها عرقين من اللبن في التدي اليمنى هناك عرق فيه شراب وفي اليسرى عرق فيه طعام فالمولود الرضيع مرة الأم تعطيه هذا التدي ومرة تعطيه التدي الأخر لكي يأكل ثم يشرب يأكل ويشرب في الصيف يكون باردا وفي الشتاء يكونوا دافئا ومعقم إنها العناية الإلهية والرعاية الربانية لما ندخل إلى المنزل الثاني بعد بطن الأم نأتي إلى المنزل الثاني هو الذي ذكرناه هو الذي عليه المعتمد هو الحياة الدنيا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاتر في الأموال والأولاد كمثل غيت أعجب الكفار نباته ثم يهيج فطره مصفرة ثم يكون حطامة هذه الدنيا قصيرة الله تعالى قال بأن الدنيا جد قصيرة عنها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال أن أعمر أمة ما من الستين والسبعين وقليل من يتجاوز ذلك مدة قصيرة سيدنا نوح عليه السلام لما جاءهم ملك الموت وأراد أن يقبض روحه واستمهله قال يا نوح ما قولك في قوم يأتون من بعدك لا يعمرون إلا ما بين الستين والسبعين قال من هؤلاء قال إنهم قوم محمد أمة محمد فقال هذه مدة قصيرة جدا تكفيني أن أبني بيتي إلى جانبي قبري يالله انسل البيت انأتتوا انفرشوا انجادون خلاص الكريديات انكن كبرت وهارمت وجاء ملك الموت يستأذن للرحيل سبحان الله العظيم ثم بعد المنزل هذا المنزل دي الدنيا لهو لعب إشارة الطفولة وزينة إشارة إلى المراهقة لعب ولهو وزينة إلى التلاتينات إلى الأربعينات في قوة والتفاخر في الخمسينات ثم يهيج تنتهي الحياة إلى أين نسير بعضهم يقول لما نموت ندخل إلى العدم من قال هذا أي عدم أفحسبتم أنما خلقناكم عابة وأنكم إلينا لا ترجعون لقل عدم هما ما يسمى بالدهريون القدماء سمهم القرآن الدهريون قالوا وما يبني الدهر والمعاصرين كتسموا الوجوديون التيار الوجودي الذي لا يؤمن إلا بما هو موجود ولا يعتقد بالبعث والنشور أفحسبتم أنما خلقناكم عابة الحياة بها التعقيد كلها يعني غير نعيش ثم ندخل إلى إلى علم الظلام والسوبات العميق ونرتاح من الضجيج لا بعد أن تدخل تموت مباشرة تدخل إلى المنزل الثالث وهو منزل البرزخ القبر القبر يقضي فيه العبد يوم واحد يوم وليلة وكأنه رجع إلى بطن أمه لما يدخل العبد إلى القبر ويدفن والعائلة والأحباب والأولاد هما يسرعوا به والميت ينادي ويحكم إلى أين أنتم ذاهبون بي أطابت أنفسكم أن تحتوا على وجه التراب كان الرجل الشريف وله بقام رفيع محترم لكن الآن جرنوا جثة هامدة ووضعوا في التراب ورموا على التراب وراجعوا وتركوه ويصيح ويلكم غير شعور الإنسان كأنه رجع إلى بطن أمه ذات الإزدحام اللي كان فيما القبل وهنا يكون أول مراحل الحساب الحساب هنا يكون على ثلاث أسئلة وجودية السؤال الأول من ربك السؤال الثاني ما دينك السؤال الثالث ما قولك في الذي بعد فيكم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربي وربك الله السؤال الثاني ما دينك ديني الإسلام ما قولك في الذي بعد فيكم إنه محمد صلى الله عليه وسلم وإن بما أتى به متبعون مستمسكون فيقال له نم نومة العروس في خذرها هذا المؤمن الله تعالى لك في سحل اللسان يتبت الله الذين آمنوا بالقول التابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ما يتلع تم ولو كن أمي ما قارش غيرتكلم بفصاحة وبلاغة بينا أما الذي كان في شك أو كان في في تمرد واستياء ورفض للدين لما يسأل من ربك ها ها لا أدري سمعت الناس يقول لك كلام فقلت مثله ما دينك لا أدري ما النبيك لا أدري ودائما يستنكر هذا ليسترنو يستركم يعني يضم عليه القبر ويبدأ سلسلة العذاب يوم واحد اليوم الموالي يخرج من القبر ويدخل إلى عالم البرزخ ما هو عالم البرزخ هو عالم بين الدنيا والآخرة قاعة انتظار كبيرة نصورها مثلا بحيث شيء إنسان مشى عند شيء مسؤول قبل أن تدخل عنه يقول لك اجلس قليلا في قاعة الانتظار إلا كنت مشيت عند شيء مسؤول كبير المقام وكنت مرغوبا فيك ألا كيوضعك في واحد القاعة انتظار مكيفة وكيجب لك شاي وعصير ومرطبات وكي يرحبوا بك أما إذا كالإنسان غير مرغوب فيه فكيبقى وقف الشمس كيبقى وقف تمة كيبقى دائما ينظر إليه نظرة السياء هكذا المؤمن وغير المؤمن فالبرزخ هو مقام كبير تجتمع فيه الأرواح الآن موجودين حينما يموت الإنسان يجتمعون على عاتبة الباب ويقولون غدا سيقدم علينا وافد جديد فلما تأتي تلك الروح يستقبلونها ويقول قائل أتركوه حتى يستريح إنه قادم من عالم كثير متاعب أتركوه حتى يستريح هذا علم البرزخ نمكت فيه ما شاء الله أن نمكت نحن في الدنيا نمكت ستين سبعين سنة لا شيء لكن في البرزخ لماتوا منذ عهد آدم عليه السلام لازلوا في البرزخ ويبقوا إلى قيم ساعة كم عدد السنين آلاء في سنين لكن الله تعالى يطوي الزمان والمكان يسمى علم الطي يطوي المكان والزمان فالإنسان لا يشعر بالزمن طويل ملايين السنة وفي الانتظار لا أبدا ربنا يطوي له الزمان فيشعر بأنه كأنه ليلة ونهار ثم يأتي إلى المنزل الرابع وهذا المنزل هو عند البعث والنشور إنكم لتموتون كما تنامون وإنكم لتبعتون كما تستيقضون في هذا البعث والنشور يقع الإنسان يجد نفسه قد فتح عينيه في عالم آخر عالم آخر ينتظرنا والأرض المحشر هي أرض طاهرة غير كوكب الأرضي الكوكب الأرضي وما حوله من نجوم وكواكب هذه في في علم الزوال إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحش عشرت يعني هناك علميا هناك إثبات بأن الكون سوف يقع في انفجار وضمار وخراب لكن أين نبعت هذا كون حتى هو مؤقت نبعت في أرض أخرى لم يعصى عليها الله قط ليست هي الكوكب الأرضي أبدا ثم يقف الناس بين يدي الواحد الديان فيسألنا السؤال الأول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم درياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا هذا هو النجاة لعنده الإشهاد نقول دوما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله تطمع في قلوبنا هنا سوف نستعد لولوج المنزل الأخير والأبدي هذا المنزل ليس له نهاية عنده بداية وليست له نهاية وهو في الدار الآخرة أن الله تعالى يأذن فيدخل أهل الإيمان واليقين والتوحيد إلى جنة عرضها السماوات والأرض أما أهل الكفر وأهل الإلحاد والعياد بالله فربك عز وجل يقضي أن يكون في النار إلى ميقات يوم معلوم هو سبحانه وتعالى قد يغفر قد يتوب قد يعفو هو جلع له على كل شيء قدير لكن أهل الجنة يدخل للجنة وقبل أن يدخلوا إليها هناك نهر على عتبة باب الجنة قبل أن تدخل يغمس الإنسان يغمس كأنه يغتص في ذلك النهر ويأخذ فيقال له هل سبق لك أن شعرت بألم أو مرض أو هم أو حزن في الدنيا قبل هذا اليوم يقول لا لم أشعر بشيء من ذلك ربنا يغسل كل شيء لأن لا يمكن لا يعقل أن تدخل إلى عتبة الجنة وأنت تحمل معك حقيبة أحزانك كل واحد منا عنده حقيبة أحزان هناك من عنده حقيبة صغيرة متوسطة كبيرة ضخمة نحملها معنا لما نسافر نحمل معنا حقيبة أحزاننا في أنفسنا لما نذهب إلى إلى شعرات جميلة وفرحانين ناس فرحانين نحن مرة مرة كانت تفكروا الهم اللي عندنا إما أمراض إما مصائب إما ويلات إما فقر إما وإما كروب لكن قبل أن تدخل الجنة يغسل تغسل النفس البشرية من كل ذلك تدخل أطهار وأنا ذاك الله عز وجل يوزع النعيم على العباد وكل مؤمن يتجه مباشرة إلى قصره كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يعرفون منازلهم أكثر مما يعرفوه أهل الدنيا تشوف بتاكي شي قطار كيوقف أو شي حافلة النسكي نزلوا مباشرة كل وقت توجي الحي ديالو وكيمشي المنزل ديالو قصده مباشرة هكذا في اليوم القيامة كل واحد سيقصد القصر ديالو في الجنة وأنا ذاك سوف يلتقي أول من يلتقي مع العائلة والأحباب الأموات صاروا أحياء أطلق مع الوالدين والأجداد وكل من مات لك من العائلة والأحباب كلهم سوف تلتقي بهم وربنا يجمع الشمل ألحقنا بهم درياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء هكذا قال المولى عز وجل يبشرنا بجمع الشمل بسم الله الرحمن الرحيم قال ألحقنا بهم درياتهم الإلحق وما ألتناهم من شيء أقولك سعى النعيم الخالد هذا النعيم الخالد سوف نتحدث عنه إن شاء الله في حلقات مقبلة وخلصته ما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أعددت لا عباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم يكون هناك الخلود الأبدي ينادي رب عز وجل عن ملك الموت ويقول يا ملك الموت موت فيموت ملك الموت وينادي مناد يا أهل الجنة خلود لا موت أبدا ويا أهل النار خلود لا موت أبدا الخلود الأبدي هذه الرحلة الخلود الأبدي وهذا الخلود طبعا هو ليس كما يتبادر إلى دهنك قد تشعر بالروتين كل يوم لا يشبه الذي يليه كل يوم يأتي أفضل من الذي قبله وهناك التجليات الربانية العظيمة لمثل هذا فليعمل العاملون كنقول الأحباب الكرام اللي عنده شي هم اللي عنده شي حزن اللي عنده شي مرض اللي عنده شي كرب رحض الدنيا سوف ينتهي قريبا لكن نعمل للدار الآخرة التي فيها النعيم المقيم والله تعالى سوف يرزقنا المدد هنا وهناك أسأل الله العلي العظيم أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيام ويجعلنا من عبادي الراشدين ويختم لنا بالحزن بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدنا إليكم مستمعي الأفاضل لنواصل هذا اللقاء المبارك دوما يسعدنا أن نفتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم أرقمنا كالعادة 05-22-88-0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 مرحبا بكل المكالمات نبدأها من وجدة معناه للحياة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سباك الله عليكم يا دكتور على هذا الموضوع التعليم واللي أطروا جبه هو الحاجة رمضان من مدينة وجدة أيه نعم الباح بالأمس قليعة فكرة تكلمين على الخلود دي الحياة كثيرا إن شاء الله أي موضوع بدون تكلموا عليه السادة المستمعين يقترحوا الموضوع اللي يبغوا وأنا في اليوم الموالي نتكلم عليه إن شاء الله بالتفصيل بإذن الله تعالى في الدين والدنيا يا رب والله شفهت وحد حتى هو كي يكون معنا في إداعتك هترف إداعتك معروف أنه في إداعتك أنا بتقترم أيه أنتوية للاحيات نجمال الحمد لله معروف بزاف هو بصوتها الرخيم هو تباكنا عنده صوت صوت تاريخي بحل جل الحسن الجندي رحمه الله وأنت تباك الله معروف للاحيات بالإبتسامة ديالك والإحلام الحلو ديالك ومعروفة قلت لدك قلت لي غدية بحل لك بغيت تقول لي ربيعة العدوية أيه أيه وقلت مضحكك كل شيء زادوفي سميت رابعة العدوية لأنك ترابع أخوتها ربعة البنيات نجزلت كاتية الرابعة سمها أبوها رابعة العدوية نعم الزيادة في الأسعار كل شيء زادوفي إدا نسموك الخامسة زادوفي 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 كل شيء أول ماء كل شيء فتح ماء نعم هتفتح ماء هتفتح ماء داز هادئ وسليم لأنه كل شيء الحمد لله تم التسوية البضعية تقريبا كل قطاعات الحمد لله ولو بشي متكافئة متساوية ولكن الحمد لله يعني خطوة إلى الأمام ممتازة كما احنا نقوله بالوجه والله ما تدخن ولا طافية أي الحمد لله كل يعطون 3000 درهام كل 2000 درهام كل 1000 درهام كل تفاوت ولكن الحمد لله أحسن من الله ملاكينش الحمد لله أقول الله ما تدخن ولا طافية المهين المشارك ذا دولنا الحمد لله أحسن عليك الدكتور غيرت نقول لك حسنا كنت أنا ما كان شوف شو كل شي لك عارفها أي ما شاء الله يطلق الموصيد لأمام وكاني كنت قاعدة كفوفة وغير بالأشي ما شكت أنا مفلو كنت كان شوف لا إله إلا الله ولكن بالأشي أنا وغيرك قائب من كان عندي صراطة في الدماغ وهذا وليت أربع سنو وليت نشوف وليت عادت لك وليت أخذتش لحد الأدوية وليت غين ضباب وغير هذا ما شوف ما قدش نكترب ولا نقرأ أو لش كنت كان سمعت شاء القرآن لا إله إلا الله هذيك اسمت صورة والطارق صورة الطارق نعم هي الفيها الآية تعص نحن مخلوقين من الصلبي والطرائب أيها السماء والطارق وعطيك سؤالك المؤمنون رطفة علاقة مضغة مخلقة وغير هذيك يريد أن يصلك واحد السؤال وهو من هذيك جو سألها بعدها واحد السؤال تعال من هذيك الملكين يأتي باش يتفقهم مع هذيك هذيك الجانين نعم بذلي غادي خرشاقي ولا ساعد وهذا مين وش صحيح أنا وكي يقولهم لا من قبلش هذي شيء يقوله مسكين هذيك هذي كسيدة ما بقاش عندها ما بقاش حاملة مشالها الحمل والهذي هي كينا هذي عاوثني بقاش صورة العنكابوت نعم هذيك اللي إن أوهان البولد لبيت العنكابوت فيما معنى وعاوثني لنضر أخذ الحيوان عاوثني ما معنى فهذي صورة العنكابوت هذي ما فهمت مش واخ لبي إلي ومده بيحسن اللي كريك نساعد الناس أنا كريك نساعد يا هيذيك بلاطيف 2011 ما عدك إيه صبر الله لكي ما نقول لك شكوروك شكا كنت رو لكي ما كنت بغير السياسة ما قبلت هاذ هذي ما قبلت هاش ماخ ما بلدريجة أيها لله أيها اللي حفظت السياسة سياسة نبغيها باش نعف ما معنى أنا تقنية هندسة مدنية إيطاف الداخلية ومحلفة حلفنا في قنطرة سل بصري واشرها ميت لحي الله أعلم رحمه الله 96 رحمه الله تقريبا 98 رحمه الله تعالى أنا في 89 شلفنا قدامه في قنطرة واختيقني هندسة مدنية لا إله إلا الله ثم الفوج اللي كان الحمد لله أول فوج الفوج اللي كان تبنى الإدارة الترابية على كتفيه وسواعده أنا أولا قدامه في قنطرة ودبرني قاعدة في قنطرة خدامه بقي خدامه ولكن يقولك غير قاعدة في قنطرة ماذا ديني معايز عما الآشر كيف يقول لأنك عدوة عدوة فعالة عندك العدر دبا عندك العدر اللي أنك يفقد لي البصر وعطيتي السنوات دي للشباب وعطيتي الكثير كنت كان خدم ثلاث ناشتعله ولو ما كانوش يعدوني هدك يدوروا معايك نقول لحنا بالدريجة ولا لا وعلو لخدم جيبي وكتبوا مستاشرة في حد سائل وطني المغربي يقول شي مزيلا تبطي الله ويحتمرت رضعتني هاد شي معناها البتلاء معناها مغفرة الدون وجاك يا دكتور أيها لله أيها البتلاء ما كعطيش الله لأين كان إذا أحب الله عبدا ابتلى ابتلى فإذا صبر إيش جبه هذا بدك أنا في 13 العام القطيب بعطوني 50 سنو الموت أنا أعطيك أنا قاعدة نهضر معاي ما معناها هذا معناها بلي قبلت هاد شي مليكن سنو الحمد لله كنت أحفظ القرآن وكنت أقرأ القواعد وكالشي مليكن أسمع هاتو كل يقرأ القرآن كنت أمشي معا مزيلا معنا وذلك البرنامج اللي كيتديره في ميت غادي في الصباح نهال حد مع ذلك الموقع ذلك مصابقة قرآنية نعم غير ما نقدش ناشح فتما زي ما ما قدشت أنا نجوت شوية القرآن وصف بما قرأني غيط لهم قرأني صافي ماذا ما محلقي ماذا ما تسجت لا لا حقيقة بتنسوك واحد سؤال دعم دي دي دب أنت عندك واحد وضعية صحية صعبة عنتي من السرطان مشالك البصار ولكن رغم الظروف صعبة أنت الحمد لله دي ما كنسمعوك متفائلة وديما ضحوك وديما مقبلة عن الحياة شنو السر لعندك خلك هكذا أنا السر أنهم فاشقلوا اللي عندك سرطان بحلو بحل قريب بحلو بحل مرد ماشي راي سرطان واشو ما هاتشي سبحان الله ما خديتش وما عندي بذلك وما ولد شلاش ما عنديش قابل طنط الرحم خلوق قعد تاني كي جد كادي لا إله إلا الله لا إله إلا الله وما كاينش حتى شو سيوان دل هذا حتى مشتو عن الدكتور ما فرباط الدكتور عصمان أمو هاتك للوزر الزمان وكان بدأت الحزب ديانا نعم هادك هي قال لك سيدي ما عندي لقابل طنط أنتك لبيطانا المهجور وهذا مقعد نتعان مع سيدي ربط ولا مقوص ما هاتش ولا نقول الحمد لله والشكر لله لا إله إلا الله ونعم نحفظ رأي لجاية الحزب الثالث فوات البقعة ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجو ونقصي من الأنفس والطمات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إلا إراجعون أولئك عليهم صلواتهم من ربهم أحمد وأولئك هم مهتادون نعم كانوا للا دكتور الله العظيم يوقع حد الآي يوقع حد الآي قال أنت ندخل شرك الله أو لا لغيت عبد يسع أحتر أخاوات لك ما تخافوش اللي تقولوا مكفوفين ولا وليقوا قتبيني قرن يناعون وإنكوش وإنكوش وكان آخر صحفة قالوا لي كان مرض ولوكت كان بشي معاه ونعاون كل شيء كان للا شكال لزقائ ما معاندي لطبا العيني نداروه لا إلها إلا الله الله يا ربي يعود الخير عليه أطبع قتب حالما ما ترى عندي الكريب في البانك وقش الصداقة اللي ربط مثل صداق قالوا لا تخوش غلطي حتى نخلص الدين عادة تفوت الصدقة نجاوبك إن شاء الله شكرا لك للاحيات بارك الله وفيك تحية إليك يا حيات ونحن نحيو فيك هذا الروح المريحة وأنك متفائلة رغم أنك الحمد لله حصلت على شهادة عليا وتوظفت وظيفة سامية ومن بعد المرض يعني هاجم عليك ها سرطانة فقدان البصار ها عدم القدرة على الإنجاب ومع كل ذلك أنك نحييك أنك دائما مبتسمة دائما مقبلة على الحياة وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن قلبك مليء بالإيمان القلب المطمئن بالإيمان لا يستطيع البلاء أن يؤثر فيه أبدا أبدا بل هذا البلاء يصير كحافز ومحرك إلى الأمام ورسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إذا أحب الله عبدا ابتله يعني البلاء لا يصيب كل الناس ركي الناس لا يؤمنون بالحق ولا يؤمنون بالبعث والنشور أمبرعين في الدنيا واكلين وشاربين ودبرقاسين في منتجات سياحية وعندهم الأموال وعندهم السلطات وعندهم الكلمة المسبوعة وحد أخر مؤمن كتلقى يصلي السلوات الخمس كي يقرأ القرآن وكتلقى البلاء تابعوا واحد ورواحد كيف ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا ابتله فإذا صبر اججبه من لك يصبر ويحتسب يقع له الاججباء يعد من أهل الله وخاصته ولا يزال البلاء ينزل بالعبد حتى يلقى الله وما عليه ذن حتى يلقى الله وما عليه ذن ابقى البلاء كل مرة مصيبة هاو حد أخرى همشالي الفلوس هاو عنده كريدي هاو صبو مراد هاو الدمراد ها بنته قالي هكذا ها مراته مقصمة مساكل ولا يزال البلاء ينزل بالعبد وهو صابر حتى يلقى الله وما عليه ذن يوم القيام ما كتحاس مجمعة يقول الملائكة ادخل الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب يعترض بعض الحاضرين يا رب لاش هدخل الجنة بلا حساب يقول الله تعالى لقد لقي حسابه في الدنيا ربي عز وجل كان يطهره كلما وقع في خطية او اساءة كان ربي يبتلي فيتنقى ويتطهر اما داك الاخر لك لا يعترف بالله او كان يسئل الدين وكان يقام بره في الدنيا يقول يا ربي اريد جزائي في الاخرة يقول لقد اذهبتم طيباتكم في حياتكم والدنيا واستمتعتم بها يعني قال خير لك تستحقوه درتو اختراعات وخدمت البشرية ليس لوجه الله درتوها لانكم كتآمنوا بالفطرة بان لابد ان نصنع الخير ولكن ليس لوجه الله درتوها للحصول على شهادة علمية او على جائزة تقديرية او فخرية فقد اهديتم ذلك في الدنيا وادهبتم طيباتكم في حياتكم ودنيا في الاخرة ما لكم من نصب الا ان يشاء الله تعالى فشكرا لك الى الاحيات وجوابا على الاسئلة الترحسي السؤال اول الترحسي بان الملكين من اللي يقدروا الشيء على الجنين في بطن امه كيتحاور معهم واشن الجنين كيتحاور مع الملكين الذي ورد في الحديث النبوي الصحيح الذي اخرجه الامام مسلم النيسابوري في جامعه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ان احدكم ليجمع في بطن امه نطفة اربعين يوما ثم يصير علقة مثل ذلك ثم يصير مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله اليه ملكان فيسألان يا رب اذكر اذكرا ام انت فيقول الله تعالى ذكر او يقول انت يقولون يا ربنا اشقي ام سعيد يقول الله تعالى اما شقي واما سعيد ثم يقول يا ربنا ما اجله فيكتب له الاجل سيف يموت يوم كذا ساعة كذا دقيقة كذا والتانية كذا وكذا يعني الاجل محدد ما عمرشه واحد ما غير يقدر يسبق هذا الاجل او ينقص منه ما اجله اجله كذا وكذا يا ربنا ما رزقه رزقه كذا وكذا الرزق ديالك ارى محدد سواء خدمتي ولا ما خدمتيش تعاملت بالاحسان او تعاملت بالصرقة والنصب والاحتيال جميع الحالات رزقك محدد وانت غدير غير انت ربي ينظروا وناظروا كيف تصنعوا هذا الحديث كي يبين بان الحوار يكون بين الملائكة ورب العالمين اما الجنين هو لا يتحاور الاحاديث التي وردت بان الجنين يعتارد يقول يوم الله لا هذا كلام كل كلام غير صحيح في السنة معلوم ان السنة النبوية الشريفة دخلها التبديل والتغيير ليست كالقرآن العظيم القرآن الكريم ربنا عز وجل قال فيه انا نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون القرآن الكريم رب تكفل به لكن السنة النبوية الشريفة اخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم انه قد يوقع فيها الزيادات والمغالطات وقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فالناس كانوا يكذبون في السنة ان شاء الله شيء حلقة مقبلة نتكلم على هذه المصادر الدينية خصوصا الكذب في السنة وكيف انبرى له علماء الحديث ووضع علوم تقنية لاستخلاص ما يمكن استخلاصه من الاحديد الصحيحة فالجنين هو لا لا سبيل له للاعتراض احنا لما كنا اجينا ما ادنا ارادة فالانسان هو هو مصير في جل جل اعماله حياتك انت كل مصير ولكنك مخير فقط في واحد دائرة ضيقة هذه الدائرة ضيقة يسموها علماء النفس بالارادة عندك الارادة دي التغيير ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم وسمها النبي صلى الله وسلم تسمى النية يعني نيتك اشنال النية اللي عندك انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ انما نوى هذا الدائرة دي النية او دي الارادة او دي التغيير رهي ضيقة انتك يكون عندك غير الارادة وإلا فالكل من عند الله قل كل من عند الله كل ما يقع في الوجود فهو بتدبير رب الوجود نعطيك مثال قد يسمع هذا الكلام بعض الناس ويعترضون ويقولوا هذا فيها جبريا و و الغاء لإرادة الانسان سأقول لك يا فلان انت الان جالس قم من مقامك قم من مقامك ستقوم سأسألك سؤال تاني كم من عضلة انبسطت وكم من عضلة تمددت حين قيامك ما قتعرفش انت لما سمعت الطلب بالقيام ونفدته قمت اشقعت في الميكانيزم ديال الجسم البشري وقعت اشياء غريبة جدا العلماء يوقف عندها مذهلين لما انا انقل هذه الكلمة هي عبارة عن اصوات ستلتقطها ادنيك وتترجمها الى امر ويستقبلها الدماغ والدماغ سوف يأمر جميع الاعضاء ويأمر الدورة الدموية والجهاز تنفسي وغيرتقوم الاعضاء بحركة النهوض والعضلات تنبسط وتتمدد والاعصاب وحد العملية معقدة لكنها تمت اقل من جزء من تانية السرعة المذهلة فمن فعل كل هذا فعله الله جل علا اما انت فقط غير الارادة غير الارادة والنية وهي ضيقة فنحن في الاصل مجبرون لسنا مخيرين الا في واحد دائرة ضيقة جدا التي بها الله تعالى يبتلي العباد يعني باش يعرف المؤمن الصادق من الذي وغير مؤمن وإلا فربنا يسمى المدبر يدبر الأمر كل كل من عند الله أما الكلام على أن الجنين يعترض في بطن الأم والمالك يقول لي غدرك هذا يقول لي لا هذا غير ثابت في السنة النبوية إنما مجرد أحاديث قالها بعض ربما الصلحة أراد ولكن الأصل ما تبت في السنة من الأحاديث النبوية الشريفة عن الجنين في بطن أمه أنه كان خاضعا وأنه كان مستسلما وهكذا الإنسان الجنين ما عنده طاقة كما أنه لما يكبر وغد يصل لوقت الموت ياما حضرت في حالة نستئد الموت يحتضر حتى بعضهم غسلتهم كثيرا وكنت كلاحظ بك الحالة دير الموت أشكي وقع فيه الإنسان وكتقول متى سأكون أنا في مقانهم هذا كيبك الإنسان لما يوشك أن يودع ويلفظ أنفسه الأخيرة لا إرادة له وهلو ما عنده إرادة كتقى مسكين هكذا كيشوف وكيسمع ويخضع لأمر الله تعالى وكتقل أمام هذا المقام الله مرحم ضعفنا الله مرحم ضعفنا نحن أقوية بماذا نحن أقوية بالله نحن أعزاء بماذا نحن أعزاء بالله فدائما إلا عندك شي شي نعمة فهي أنت اكتسبتها بالله لن أطيل السؤال الثاني لما ذكرت سورة العنكبوت وقال فيها المولى عز وجل وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون هنا يتحدث الله تعالى عن أدلة المشركين المشركون والملحدون الذين يجادلون بالبطل ويقولون بأنهم يستندون إلى الأدلة والبراهين المنطقية والعقلية ربنا يقول إن كل هذه الأدلة هي واهية وضعيفة وشبهها ببيت العنكبوت لاحظ بأن البيت عادة يبنى بالحديد والإسمنت والآجور ولكن بيت العنكبوت بماذا يبنى يعني بواحد النسيج لهو مرحف جدا غير غير نفخ عليه بالبرد يتمزق فقال لهم بأن أدلتكم وبراهينكم أيها الملحدون وأيها المشركون وأيها المعاندون كلها ضعيفة وهي أوهن يعني أضعف من بيت العنكبوت لا تسوي أي شيء أيضا السؤال الثالث عن الضار الأخيرة وإن الضار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون لهي الحيوان بمعنى أن المقصود الحياة الحقيقية حيث الحيوان يسمي حيوان لأنه فيه الحياة بعكس النبات أو الجماد فالحياة الحقيقية مش الدنيا الدنيا قصيرة والدنيا زائلة والدنيا مليئة بالمتاعب ولكن الحياة الحقيقية السعيدة أن المنعمة المرفعة الخالية من أي كدر رهي الدار الآخرة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان هي الحياة الحقيقية التي ينبغي للإنسان أن يعمل من أجلها أما السؤال الفقه اللي طرحتي هو أن عندك لك خيدي عندك وحد المجموعة للديون هل تتصدقين أم لا طبعا اللي عنده ديون عليه أن يسرع بإعطاء الحقوق لأصحابها لابد أن تسرع من أجل أن تتخلص من هذا الدين باش تبقى لأن الموت قد تأتي الإنسان في أي بغتة ان تأتيكم إلا بغتة ولك الإنسان مدين هو ميت كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل لما يأتونه برجل ميت أو مرأة ميتة باش يصلي عليها يقول هل على أخيكم هذا دين إلا قالوا لا كان يصلي عليه أما إلا قالوا نعم لقد ماتوا عليه دين فكيقل صلوا على صاحبكم كي تركوا يمشي لماذا يفعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مدى الأمر باش يحفزنا على أننا نسرع في أداء الديون اللي عنده شيدين خلصوا يتخلص منه في أقرب وقت ممكن فالإنسان يأدي لكن في الحالة دي البعض الموظفين عندهم واحد دين طويل المدى وكيوقع الاقتطاع كل شهر مثلا عنده عندهم مثلا سبعة ألف درهم في الشهر دياله والبنك كتقطع عليه واحد ألف وخمسمائة درهم مثلا كل شهر غادي سيستام غادي بواحد الانتظام هذا لا حرج أنه يتصدق لأنه عارف عارف شحل بقي لي وشحل عنده وذلك الديون هي ديون من طبيعة أخرى هذا لا بأس به أن الإنسان يتصدق الصدقة الإنسان يعطيها بلا حساب من يبغيط الصدقة ما يسولش وش جائز أو غير جائز وشحل قدرها الصدقة ما تسولش يعطي اللي يعطيتي رمزيا صبقتي للآخرة ديالك وكل صدقة تعطيها كتكون هي جالبة للخير جالبة للبركة دافع للنقم دافع للأمراض دافع للمصائب فكلما أسرعنا بإعطاء الديون لأصحابها وكلما أكثرنا من الصدقات سنكون إن شاء الله تعالى في الطريق الصحيح للا حياة أسأل الله تعالى أن يحفظك ويرعاك ويبشرك إن شاء الله في الدار الأخيرة بدوري طيبة رهن لما أعطى الله لد في الدنيا في الآخرة يقول الله تعالى أطلب ما شئت ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون يقول يا ربي أنا لم أجرب الحياة الزوجية أنا ميت عازبا يقول لأول ليلة يقام زفاف أهل الجنة فيتزوج زواجا رفيع المقام وليكن في ضيافة الرحمن ثم غجي آخر يقول يا ربي نتزوج لكنني لم أرزق بأولاد فكيقول الله نعطيك من الأولاد متشاء فيعطى ذرية ولدان مخلدون من أهل الجنة هم أولادك ثلتك بديك وتعيش معهم الحياة طيبة لي فتك في الدنيا ربنا عز وجل يعوضها لك في الآخرة شرطة أن تكون من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه نواصل أيها الأحبة الكرام واللحظة نتحول إلى الضرب معنا السيهشام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا أمد طيب كريم سهلا بس أنا بس أبو لي برك الله فيك حافظك الله ورعاك سيد الصادم نسأل الله سعلا وشألا أن يبارك فيك وأن يصره مراك عمد طيب اللهم أمين وتحيي المعيش آمين صراحة الرجل مصدر من شاء الله صلى الله سعلا أن يرعاه مراك الله وفيك والسيه مرح مرح من شرعي نسأل الله سعلا أن يبارك فيه وفي جوده والدة اللهم أمين يرى سبحانه وتعالى أن يجعلهما صروح ورضيرها وجنة النعيم يا رب يكريم فإن الله أن يفكينهما بجوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين يرى سبحانه وتعالى أن يجعلهما فيه مقام صديق عند ملك المقتدر اللهم أمين يجعلهم أن يجعلهم فيه إعجاب الليين إنhelm يا كريم يا رب قلت عم الطيب صلى الله عليه وسلم أن يرعاك وأن يشافي لك الولد اللهم أمين مولاك دعونا ما شكرا لك شكرا سيشام حافظك الله ورعاك الله يكبر بك عم الطيب كان الصالحون دائما يقولون قل يا صاحب الهم إن الهم منفارج ابشر بخير فإن الفارج الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن لا تيأسن فإن الصانع الله الله يحدث بعد الغسر ميسرة لا تجذعن لا تجذعن فإن الكافي الله الله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله لا إله إلا الله بل شرط أن تكون نيتك موصولة بالبالج اللوعلا وإذا نظرت إلى السماء مناجيا ورجوت ردك أن يحقق مأملك فرأيت ما لم ترتديه من الدعاء وضمنت أن الحزن أطفأ مشهله فلا تجذعن من الحياة وضيقها حاشاه رحمن السماء أن يخذله ولو اطلعت على الغيوب ونقفها لعلمت أن الخير فيما اختار له فعمل طيبا نأوجه رسالة الآن إلى كل متألم إلى كل مصاب إلى كل مسجن إلى كل مريض على فراش المرض الآن إلى كل أم المكسورة إلى كل أب المكلوم إلى إلى كل حزين إلى المسلمين في أقطاب الأرض إصبروا على البلاء تحملوا أقدار الله قولوا اللهم لك الحمد لك الحمد في الصراء لك الحمد في الضراء المؤمن إذا أصابه خير سكر وإن أصابه بلاء سبر ولا يكون ذلك إلا للمؤمن إصبروا صابروا رابطوا اتقوا الله لعلكم تفلحون الدنيا الدنيا كلها مصائل الدنيا على هذا خلقت الدنيا ليست دار استقرار ملاهنة الدنيا دار ممر ما سمي الدنيا إلا للمؤها ما سمي الدنيا إلا لأنها دنيئة ولذلك الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما وعلاه أو عالما أو متعلم لأن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا افتلاه فإن صبر اجتباه وإن رضي يخطفه أشد الناس ابتلاءا الأنبياء فالأولياء ثم الأمتج فالأمتج فلذلك معاشر الكرام إصرحوا بما أتاكم الله إصرحوا بالبلاء إصرحوا بالمصيبة إصرحوا بالمرأة ترى فيها من التخفيف لذنوبنا والتجاوز عن سيئاتها ما لا يدرك بأعمالنا نحن أصلا ما عندنا من الأعمال الصالحة ما يؤهلنا إلى أننا مراتب أولا يوم القيامة نحن ادعافا يا إخوان ولكن الله سبحانه وتعالى يجعل كل هذه المصائد ترتقي بمنازلنا عند الله جل وعلا يوم أن نلقاه لا إله إلا الله أفرحوا بالبلاء وأحسنوا ديافة البلاء أحسنوا ديافة البلاء لأن البلاء عابر سبيل وإن الله رب الكريم حتى الشوكة التي تشاكها إلا كفر الله لك بها من حطايا يقول ابن الجوزي رحمه الله البلاء يا ضيوف أحسن قراها حتى ترحل إلى دار الجزاء مادحة لقادحة فلولا البلاء لورثنا القيامة كمثاليس ولو فتحت لك أسطار الغيب لأحببت حزنك ولو رأيت كيف يغرق للصابر غرقا من التواب لن تشاق البك ولتلدت لكل وغزة وألم فالحمد لله دائما وأبدا على نعمة البلاء الحمد لله فهنا رسالة عن الطيب إلى كل من قتعت أطرافه أو سل نصفه أو عجز عن الحركة أو بوترت أعضاؤه أو أصيب في أهله أو أصيب في ماله أو أصيب في عرضه أو داقت به الدنيا أو أقبلت الأمراض على جسده أو هب سرطان في بدنه فأقول لكم مع شراء الكرام أنتم عند الله عظيم لا يفهم إذا عظم عليك البلاء فأنت عند الله عظيم إذا رأيت السماء تنطر عليك الابتلاء فأنت عند الله عزيز إذا رأيت بلاء تلو بلاء تلو ابتلاءات كادت أن تخرج حتى يدخل آخر فأعلم حينها أن الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات سبحانه يرى في نفسك عظمة ولذلك الحمد لله الابتلاء عظمة وليست مهنة وهناك نماذج عمد طيب فهنا تدعو هذه دعوة دعوة وليس أمر لكل من يسمعون الآن في المغرب أو في إفريقيا أو في أوروبا أو في آسيا أو في أمريكا فأقول لكم مع شراء الكرام توجهوا إلى قناة سجرات هلال المكفوفين عبداليوتيوب قناة سجرات هلال المكفوفين لأن هناك نماذج تبارك الرحمن وحد أخت عمد طيب أخت نعيمة بيض أيام قد أكرمنا الله بصحبتها عمد طيب فقدت بصرها وابتلية الآن في سمعها الله وابتلية الآن في سمعها وهي تعلم حق المعرفة أنه كل ما كسر البلاء عظم الجزاء الله فالابتسامة لا تفرق محيها وتعلم أن هناك ربا اسمه الرحمن الرحيم برعايته فيراها سبحان الله الرئيس تعنا أخ جواد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله دائما أمامنا قد فقد بصره والآن يتلاشى سمعه الله حوله فلا من معين ولا ملتجا ومتأكد سوف يجعل ربي لها مخرجا يا رب ومعنا وحد أخصة عمال طيب مرحامنا سيعمل طيب مكفوفة ومقعدة وماتت مشاش وتتساكنها في العربية والحالة حصلة عمال طيب سلم يصبها الإحضاة والقلق وتعلم أن الله سبحانه وتعالى قد تكسل بما خلق سبحانه فلا تباهي للمستقبل أبدا والأخ عبد إرامة الكبات كانت له زوجة ماتت شامل فركت له أبناء ابن صغير وابن من دوستيجات حاصة رغم ذلك بقي قلبه مبشور فسير الله له الفرحة والسرور أخفوا آل من أسه عمال طيب ورب الأسرة ويعاني هنا وهناك ويكافح مع الوقت ورغم ذلك يعلم أن القفى الله في الآفاق أكبر فهو الذي قضى وقدر سبحان الله وحدث الأخوات مكفوفة عمال طيب في أسرة واحدة وتيهيشوف وحد تضاري الصعب مع دبش الماء كانت لهم أم تهينهم وتيسر أمورهم وتصيح سؤونهم وتدبر سؤونهم وتحسن إليهم وتخفف آلامهم وتحمل عمومهم فجأة هذه الأمة عمال طيب الحنون قد قدر الله سبحانه وتعالى أن تصيب بمرض النسيان فلم ييأسوا بل قالوا الله معنا لا إله 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 الله واحد الأخوة عمال طيب من مثل ومن طانجا قد عب السرطان في بدنها هي مكفوفة قد عب السرطان في بدنها ولم ينقطع الأمل لحوله لقوة الله بالله وتعلموا وهي متيقنة جدا أن عسر لن يغرب يسرين متى تذكره ما تفرح فمن أراد أن يشاعد هؤلاء فصراحة من الطيب هذا الإخوان ساكر مكتري فكلهم محتاجين لمساعدة فمن أراد أن يفصل إلى هؤلاء فليتوجه إلى قناة شجرة للمكروفين قناة شجرة للمكروفين ومن أراد أن يتعرف عليه أن يشام مكافيف من واحد شماية فما عليه أن يتوجه إلى قناة شجرة للمكروفين فعلى الإحسان تؤجر وعلى الإنفاق تؤجر وعلى المعروف تؤجر وعلى الفقدان تؤجر وعلى البلاء تؤجر وعلى الصبر تؤجر فخلاصة القول أن رب الخير لا يأتي إلا بالخير ونعب بالله وخير دعوة من طيب يا ربي يا ربي من كل الوجوه تأزمت واشتد من كل الجهات المخرج إن لم تفرجها ففضلك واسع عننا ولكن من سواك يفرج يا رب قل تدعوني أستجب فأجب دعائي إنني متضرر ثم الصلاة على النبي وآله خير الخلائق الشافع المشسع يا خير رسول الله قدرك قد سمع فاشفع لمن صلى الله عليك وسلم يا رب وتحييري شيك عم الطيب وفمن أراد أن يساعدنا أو يساعد هؤلاء فليت واجهة إلى قناة تجارة إلى المكروفين والحمد لله خير فكل ما يعيشه الإنسان خير إن شاء الله تعالى فتحييرك عم الكريبا بارك الله فيك سيشان بارك الله فيك فعلا أمتعتنا بهذا الكلام وأخذنا منه عبر وعضات هؤلاء الناس في وضعية صعبة ومع كل هذا هم الحمد لله فيهم الإيمان وفيهم اليقين وفيهم الصبر وفيهم الاحتساب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لهم باب التيسير وباب الفرج نسأل الله جل جلاله أن يكون لهم وليا ونصرا ودحالوا الدنيا لا إله إلا الله وحده لا شريك له نسأل الله تعالى أن يعوضهم في القريب العجل كيف سماتوا السدى المستمعين هذه الناس عندهم وضعية صعبة ولكن ربك على كل شيء قدير ماذا علينا أن نفعل إلا أن نبقى دوما متصلين بجلال الله وعظيمه عظيم الشيء